التذكر مطبوعة فيها دعوة إن الزمالي جايسة بكون فدرالية من أجل ما يدعو للزمالي ويمضاء مدير الاتحاد ماشي والله حلوة ولفتة جميلة جدا عملتها يا إمتة بقى تاني ايه دا مبروك للزمالي خلاص كيسب بطولة وعلى فكرة بنسبة هذا الأمر أستاذ إبراهيم خليها دردشة كده بقى ومعنش الزمالي تكسب بطولة غايبة عنه أو أول مرة تخشله وإفريقيا غايبة عنه بقى لهم سنين وبشكل عام الزمالي جاء من بعيد كلها حاجات تدعو إلي فرحة عارمة كان نفسك في عيل جبت وانت كبير في السن فتبقى الفرحة مضعفة محادي شقدر حساها غير صاحبها مبروك لكن هل انتوا بقى يا إعلام يا منتميين وقفتوا تكبروا في الزمالي وتفرحوا إيه؟ أبدا لا هي فرصة أن برضو نتكلم عن نادي الأهل الاحتفال بالزمالي كان من غلال تكريس البرامج للهجوم عن نادي الأهل المدخلات للنيل من نادي الأهل ومجلس قدرته ونالك من الحب جانب وانا جزء بسيط وكابت الخطيب طبعا شال الليلة إنما هو الشتيمة صعبة هو هو ده الناس كانت بتأكر ناس تشتملها وتقطع على الهدوم وبتاعه وتصوت ما قولك هو 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 عواء لكن احنا بنتكلم في إيه؟ أه يا سيدي تكلموا على الزمالك والله العظيم التلاتة حنبقى مقدرين وتفهمين لكن على طول بتتكلموا على الأهل الليلة بتتكلموا على الأهل مفترين بتتكلموا عالاهلي مفترع عليكم بتتكلموا عالاهلي وهذا وإحنا طبعا بتتكلم عالاهلي يبقى يعني ده الأهل عظيم يبقى مفيش غير الأهل صحيح صراحة يعني أيه طبعا انك انت عمال بتتكلم عالاهلي الأهل اللي هو ايه اللي انت عمال بتمشي كلامك من خلال تحاد الكورة على كورة مصرية يعني ياريتك مرة مثلا وقفت تمسك اعفش الاهل الجامل في كذا لكن تقدر تقول على انه هو لما ضغط لك البرنامج بتاعك ده كان بيجاملك تخيل بيخلص عليك وجاملك ورغم كده هو مضطر فيدي كان مضطر طب انت كنت مضطر هنا عشان جدوى ما يستمرش فين بقى اضطرارك هذا كلام تاني المهندس هان يا بوريد هل تريده هل تريده هل تريده ان تكون اذا اردت الاصلاح اذا اردت العدل اذا اردت الناس تتذكرك بما يليق بيك من اهترام ما عندكش الى سكة العدل يا هاني لان ايه يا باش مهندس هاني مش هتبسط في التكلمة صحش الباش مهندس هاني رئيس الاتحاد المصري مرة اخرى وليست اخيرة ارجوك الحق انقذ الكرة المصرية اشتركوا في القناة